اعزائي المشاهدين مشاهدي المصر اليوم في كل مكان اهلا وسهلا بحضراتكم اه من على شاطق اه بحيرة التمساح بمدينة الاسماعيلية وظاهرة غريبة لامكن لاول مرة بنرصدها في المصر اليوم وهي حركة المادة والجزر المية في البحيرة وزي ما حضراتكم شايفين كده يمكن لاول مرة احنا بنرصدها النهاردة المية بتطلع من البحيرة على دفاف الشواطئ يمكن احنا هنا في شاطئ الفيروس اه حاجة فعلا الظاهرة اه غريبة لاول مرة تحدث اه المية يمكن فايدة من البحيرة زي ما حضراتكم شايفين يمكن اول مرة نشوف المشهد ده اه مش عارفين ايه سبب الظاهرة لكن فكرة ان هي اه تفيد من شاطئ البحيرة ليه اه او من البحيرة للشواطئ دي حاجة جديدة يمكن اول مرة نشوفها في اه محافظة الاسماعيلية او في شواطئ الاسماعيلية بشكل عام يمكن اقربت اكتر شوية كده شايفين حضراتكم المية الموج شديد جدا طالع من البحيرة او من طبعا البحيرة دي اه في خلالات السويس مباشرة طالع من اه الشط غمر الشواطئ زي ما حضراتكم شايفين اه مشهد يمكن البعض باستغربه لكن اه هي ظاهرة في الحقيقة مرتبطة بالماد والجز اه يعني بس منخشى ما نخشى ان هي مسلا تزيد فالمية تغمر مساحات اكتر من كده اه ان شاء الله ما ما يحصلش ده لكن المشهد زي ما انتم شايفين على الهواء مباشرة يمكن اه المية بتطلع اهي وبتفيد اول مرة تحصل في الحقيقة اه هنتابق حضراتكم لو في اي اه تداعيات لهذه الظاهرة اه الجديدة في الحقيقة والفريدة اه اللي احنا بنرصدها لكم في المصر اليوم اهو زي ما انتم شايفين المية يمكن طلعت على اه الشاطئ خلينا نشوف كده اهو يمكن في المستوى ده اهو بس اه يعني الموج نفسه عالي موج البحيرة عالي فبيطلع من من على الشط يغمر المكان زي ما انتم شايفين اه عموما اه اه يمكن دي بتعمل حركة تجديد لمياه البحيرة وتطهير ذاتي لها حركة المادة والجز معروفة علميا لكن اه زي ما اولتلكم اول مرة تحصل في تاريخ الاسمعالية هذا المشهد اللي احنا شايفينه وبنرصده لحضراتكم في المصر هنتابع لو في اي اه تداعيات لهذه الظاهرة ربما تزيد هنتابق او حضراتكم في قادم اه اي اي ام باشكركم اه كنت معكم الساحة في ياني انتراك اشتركوا في القناة